ملايين الناخبين العراقيين بدأوا الإدلاء بأصواتهم في عشرات مراكز الاقتراع بعموم المحافظات في أول انتخابات لمجالس المحافظات تشهدها البلاد منذ عشر سنوات المفوضية العليا للانتخابات قالت إن الآلاف توجهوا لصناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في خمس عشرة محافظة مضيفة أن الجهات المختصة اتخذت كافة التدابير لضمان سير العملية الانتخابية وتزامنا مع افتتاح مراكز الانتخابات استهدف مجهولون بعبوتين محليتي الصناع مركزين انتخابيين في محافظة النجف العراقية بحسب مدير مكتب المفوضي العليا في محافظة النجف ياسر عمار عمار أوضح أنه تم استهداف سياج مركزين انتخابيين بعبوتين ناسفتين محليتي الصناع في قضاء الكوفة دون الإشارة إلى وقوع إصابات أو أضرار مادية في غضون ذلك أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق استبعد ثلاثة مرشحين من انتخابات مجالس المحافظات بعد ثبوت قيامهم بشراء الأصوات الانتخابية وبحسب وثائق صادرة من المفوضية فإن المرشحين المستبعدة أسماءهم هم كل من المرشحة عن تحالف السيادة مارلين الرملي والمرشحين عن حزب تقدم صفاء السمراء وطارق مهدي مبينة أنهم جرى استبعادهم بتهمة شراء أصوات انتخابية ويحق لأكثر من 16 مليون عراقي الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات التي يتنافس فيها 5900 مرشح على شغل 275 مقعدا في مجالس 15 محافظة ترجمة نانسي قنقر